معكم الأستاذة حسيبة العربي استشارية أسرية الحديث عن المرأة وعن مجالات عملها وعن تحدياتها هو حقيقة حديث ذو شجون الأنطلق من كون المرأة هي التي خلق الله تبارك وتعالى عونا للرجل حتى تحقق الأدوار المنوطة بها وحتى تكتمل عمارة الأرض وحتى يكون لدينا وجهين مختلفين في أداء هذه الأدوار وهو الدور الأنسوي والدور الذكوري المرأة حقيقة في المجتمعات العربية لازلت تعاني من الموروث الثقافي هذا الموروث الثقافي الذي عطلها على أداء دورها الحضاري وعلى النهضة بالمجتمعات لأننا نؤمن أن تطور المرأة ورفع أداء الوعي عندها هو يضمن لنا تطور المجتمعات والتغيير الذي ننشده من أجل بناء حضارة فكرية وحضارة اقتصادية وفي كل المجالات أكيد أن من بين تحديات الداخلية هي النظرة الدونية التي تحملها المرأة لنفسها على أنها قاصر على أن تحقق أدوار ريادية على أنها لا تستطيع بحكم الأدوار الفطرية التي خلقها الله تبارك وتعالى من تربية الأبناء ومن الزواج ومن المقود في أغلب الأوقات في البيت إذا استطعنا أن نغير هذه القناعات وهذه المعتقدات لدى المرأة خاصة المرأة العربية والشرقية وعلى أن هذه الأدوار هي مقومات النجاح وهي مقومات إيجابية في أداء أدوارها وهي مرتكزات أساسية على أن الله تبارك وتعالى شرفها بأداء أعظم رسالة على وجه الأرض وهي الخلافة ويستمرار النسل وبالتالي لو غيرت المرأة نظرتها الدونية التي للأسف في بعض الأحيان أنها تنظر إلى نفسها بهذه النظرة تعطلها على أداء أدوارها وتفوت عنها حتى الفرص التي تأتيها من الداخل أو من الخارج دعوني أقول أن من التحديات الخارجية للمرأة هي تطور السريع لعمل المرأة وتباجدها في كل المجالات المرأة الشرقية والمرأة العربية اعتادت ارتكاز إلى المجتمعات وإلى المورثات الثقافية وإلى التقاليد وهذا لم تستغله حسن الاستغلال لأنه لو استغلته لا كانت هذه كذلك أنا أقول مقومة ونقطة إيجابية كبيرة تسهل لها أداء أدوارها الريادية لكن هذا التحدي الخارجي الذي صنع لنا وجها آخر للمرأة الوجه المرأة المتحررة المرأة العصرية أبعد عنا ذات تلك اللمحة التاريخية وأبعد عنا الخبرة الاجتماعية التي جاءت من ورائها هذه المرأة لأن إذا ما وجدناها اليوم في مواقع التحرر ووجدناها اليوم تنادي بحريتها وتنادي بأداء أدوارها وتنادي بأنها تكون في الصفوف الأولى انطلقت من معانات كثيرة ومعانات كبيرة من بين معانات أنها لم تصنف كإنسان في العصر السابقة ولا زالت دراسات الفلاسفة وعلم الاجتماع يصنفون هذه المرأة في مراتب متعددة ولم تكن أبدا في الصفوف الأولى فثارت وانتفضت ويحق لها أن تنتفض لأن فطرتها بالداخل التي خلقها الله تبارك وتعالى كأن صوتا يقول لها ليس هذا هو مكانك لكن العكس الموجود في المجتمعات العربية مع كل النقائص ومع كل ربما الانتكاسات التي شهدتها الأمة في تطورات المجتمع إلا أن مكانة المرأة كانت محفوظة كزوجة كأم كبنت ومع ذلك الظلام الذي كانت تعيشه المرأة وتعتبره أنه انتقاس في حقها كان جانب مشرق كبير وهو أنها كانت تحفظ كزوجة وتحفظ كمرأة وكانت تعتبر كأمانة عند والدها وعند زوجها ولما تكون بين أبنائها لما تبلغ كبر السن كانت تعتبر ولا زالت تعتبر بركة البيوت أكيد أن تغيير المعتقدات وتغيير القناعات يجعلنا أننا ننهض نهضة قوية ونسجل نقلة نوعية في تفكيرنا وفي أداء أدوارنا والساحة أقول أن الساحة تطلعنا على نماذج جرائعة من إنجازات هذه المرأة ومن تخطيها لكثير من العقبات أكيد أن الإنسان الذي يريد أن يكون متميزاً ويريد أن يكون في الصفوف الأولى تنتبه عقبات وتنتبه شكوك حتى في ثقة بنفسه وحتى في تقدير ذاته فرسالة للمرأة على وجه الأرض والمرأة العربية الجزائرية أنا أقول بالدرجة الأولى وهذا الذي يهمنا لأننا كلما عززنا الثقة في أنفسنا وكلما قدرنا ذواتنا وكلما آمنا بأدوارنا وافتخرنا بها إلا وجدنا أن كل الأبواب تفتح لنا مهما ضيقت هذه الأبواب وأن الآفاق تتسع لنا مهما ضقت هذه الآفاق أنا أقول أن بلوغ المرأة الآن في كل المجالات وقيادتها لكثير من المجالات في التعليم في الطب في الريادة السياسية وفي النهضة الفكرية لا أكبر دليل على أن فكرة المرأة لا يقل فكراً على الرجل وعقلها لا يقل رجاحة على عقل الرجل إلا أنها تتميز بخصوصية وهذه تجملها خصوصية الأنوثة خصوصية مشاعرها الحساسة وربما الدمعة هذه دمعتها التي تتدفق في كل موقف أنا أقول أن هذه المرأة التي سمها الله تبارك وتعالى حواء حتى تحوي هذا العالم وسمية أم حتى تأمة هذه الأمم نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد ومستقبل زاهر للمرأة في إطار القيم وفي إطار الهوية وفي إطار الفطرة التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها